من الأسئلة الأزيزة اللي أنت ممكن تبتح بها أي حوار السؤال بتاع أنت بومة ولا عصفورة طبعاً يعني ده سؤالة يخلي قدامك كده يتخض ويقولك وانت وصدك إيه تعال أشرح لك بومة ولا عصفورة ده المجاز المفصل لأبحاث النوم في الأبحاث دي بنقسم البشر لنوعين في بشر بنسميهم الإيرلي بيردز أو الطيور النهارية وفي بشر تاني بنسميهم النايت اولز أو البوم الليلي بمعنى تاني فيه ناس بتحب تسحى الصبح بدري كده وتشتغل الصبح بدري وناس ثانية بتحب أنها تشتغل بالليل وتنام الصبح أنت جايتنا بتتغير بالوقت الزمني اللي احنا بنكون موجودين فيه أو بمعنى تاني بنسميها ساعتنا البيولوجية فحليتنا النهاردة هكلمك عن عالم السهرانين وهكلمك برضو عن عالم الملتزمين وهساعدك تشوف إزاي ده ممكن يكون بيأثر على كل حاجة في حياتك تقريباً بيأثر على إنتاجيتك وبيأثر على حياتك النفسية وكمان هساعدك تعرف النمط الخاص بك أنت لو أنت عايز تعرف أكتر طبعاً مع الحيات دي كويس جداً أنا مايكل راشد وإنت بتتفرج عزتونة برو السلام عليكم لو رجعنا بالتاريخ كده خدتك من إيدك ورجعنا الوراء سنة 1770 تقريباً وحاولت عادك مع شخصية مشهورة زي بنيامين فرانكلين أو زي ما احنا بنقول في الإنجليش يعني بنجامين فرانكلين الراجل ده على فكرة هو أحد الأباء المؤسسين للوقات المتحدة الأمريكية وفايلسوف وكاتب وسياسي شاطر وحاجات كتير قوي غالباً وإنت قاد معايا كده هتلاقي بيقولك ما قلته أشهيرة جداً النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً يجعل الرجل يتمتع بصحة جيدة وطرة وحكمة لكن الكلام ده ما عجبش اتنين من العلماء في جامعة ساوس هامتون في إنجلترا وقرروا أن هم يعملوا تحدي مباشر وأطلقوا على هذا التحدي طغيان فرانكلين للناس الصباحيين وعملوا الكلام ده في بحث علمي 12 سنة 1998 في البي أم جين العلماء دول جابوا عينة من الرجالة وستات اللي موجودين في إنجلترا ودهم استطلاعات كتير عن أنماط النوم وحالتهم النفسية وحالتهم الإنتاجية حالتهم في الصحة والثروة والحكمة زي ما كان بنيمين فرانكلين بيقول تحس كده أن هم حطوا الموضوع في دماغهم بجد رغم أن الراجل يمكن يكون بس كان بيعبر عن نفسه المهم كان في هذا البحث كان فيه حوالي 52% من الأشخاص النهارية اللي احنا بنقول عليهم الطيور النهارية و48% من البوم قصدي يعني المجموعة بتاعت البوم الليلي الناس اللي بتحب تصهر بليه وعلى بقى عكس الكلام فرانكلين البوم الليلي في هذه الدراسة كان دخله أكبر وحتى سياراته أفخم واسلوب حياته أحسن بكتير وأكثر سراءاً من مجموعة الصبح والاثنين تقريباً كان عندهم نفس النتائج في أي اختبارات معرفية والاثنين تقريباً ما كانش عندهم أي اختلافات في الصحة كانوا يبلغوا عنها ذاتياً أو كان حتى الطبيب المختص بيهم اللي بيتابع حالتهم بيقولوا عليهم وبكده يكونوا أثباته أن كلام فرانكلين ده مش مظبوط لأن انت ممكن ما تكونش بتصحى بدري وممكن يكون عندك فلوس أكثر وممكن يكون عندك صحة أحسن وممكن تكون عندك حكمة أكبر الموضوع بقى من ساعتها ألف الدنيا وتقريباً لغاية دلوقتي كل سنة بيتعمل أبحاث على الموضوع ده الأشخاص النهارية والأشخاص اللي إليها لحد ما توصلنا للفكرة الرئيسية واللي بتقول أنه ما فيش حد أحسن من التاني كل واحد شاطر أنه هو يستغل النوع بتاعه صح ساعتك البلوجية ممكن تكون بتفيدك في أنك تعرف أنت مين وتشتغل بيها بشكل أحسن ولكن نعبناها ما بتحدد أنت مين طيب لو أنا دلوقتي عايز أعرف ساعت البيولوجية الحقيقية عايز أعرف هو أنا بومة والعصفورة عايز أعرف أنا بشتغل الصبح أحسن ولا بليل أحسن عشان أحدد ساعت إنتاجيتي القصوة ممكن تكون عاملة إزاي أعمل إيه؟ تعالي ندخل جوه كل عالم فيهم ونعرف النقاط الإيجابية اللي موجودة في كل عالم ونعرف برضو المساوي اللي موجودة في هذا العالم نبدأ بالعالم اللذيذ شوية وهو عالم السهرانين الناس زو المزاج العالي الصحبة الحلوة والجو هادي خالص والدنيا هس هس أشخاص كده تلاقيهم في الغالب بيتكلموا على فاكرة زي الإبداع كلمة الإبداع هي أكتر كلمة تقريبا بيقولوها في حياتهم وفي شغلهم ودي أكتر حاجة صراحة هتميزهم ولكن برضو عندهم تحديات برضو بتميزهم بشكل كبير السهرانين مثلا في أي بي يتعمل بيواجهوا تحديات في البيئات اللي بتصحى بدري قوي وتلاقيهم في معظم الأحوال ممكن يكونوا الناس اللي بتتأخر أو الناس اللي بتمشي من المكتب متأخر نصيحة جايز غيرة لو أنت من النوع ده حاول تلاقي جدول شغل مرن يناسب ساعات نشاطك الأساسية حاول تلاقي اللي ينسبك مش تحاول أنك تغير طبيعتك أما لو أنت عايز تعرف أنت من الناس النهارية أو الطيور النهارية ولا ألا فالناس دي دايما بتحب تفكر أن هي سابقة بخطوة الناس بتحب تفكر في نفسها في أن هي ملوك الإنجاز بدونهم على فكرة العالم تقريبا هيوقف لأن هم وراء كل نظام إحنا بنستخدمه أو بنشتغل به في حياتنا اللي بيصحوا بدري عندهم فكرة كده أن هم بيحبوا يمسكوا خيط اليوم من أوله بيقدر يخلصوا شغلاناتهم قبل أصلا ما الدنيا تصحى لكن برضو عندهم تحديات كبيرة مثلا خروجات بالليل ممكن تكون صعبة جدا من نسبالك حياتك الاجتماعية ممكن تكون أقل من أقل بومة موجودة لو أنت من الناس دي فأنا عايز أقول لك كده أنك حاول تستغل أول جزء في الصبح في الشغلانات اللي انت محتاج فيها أكبر تركيز فكر في الأهم الأول قبل ما تفكر في أنك تعمل أكتر حاجة أو أكتر حاجات بالنسبالك في اليوم الطبيعة بتاعك سيب اللير الرحة واستعد اليوم الجاي ولكن خريك عارف أول اليوم بتاعك هو ده الفترة اللي انت فيها بتكون يعني زي ما بيقولوا كده على نار طيب يا مايكل يعني الناس كلها عمالة تقول لازم تصحى بدري وصح يوم بدري ده فيه فوائد روحية وفوائد يعني لحياتك كلها وفيه يعني أخلاقيات كبيرة في موضوع أنك تصحى بدري والحقيقة نحن لو هنتكلم عن الضمير فبيقول لك كده أن الأشخاص الصباحيين يمكن يكون عندهم إحساس بالضمير أكتر من الكائنات الليلية واللي قال كده على فكرة مجموعة من الباحثين البولنديين في دراسة 12 في مكان اسمه 24 مايو في سنة 2023 السنة اللي فاتت والسبب اللي رجحوا فيه الفكرة دي هو فكرة التدين لأن في الغالب كل الديانات بتشجعنا على صلوات الفجر أو صلوات فاول اليوم والكلام ده على كلام الدراسة على فكرة مش معناه برضو أن فريق السهرانين بلا ضمير في آخر الدراسة كان فيه جملة يعني ممكن دي تكون زتونة موضوعنا النهاردة وزتونة حالياتنا النهاردة كلها على فكرة الجملة دي بتقول ليس الجميع دائماً واحداً أو آخر لكن الكثير من الأبحاث تستخدم هذا التصنيف الثنائي لأن الناس عادةً ما يكونون قادرين على تعريف أنفسهم بهذه الطريقة يعني للآخر كلنا بنتحرك بين النوعين دول ممكن يكون فيه نوع هو الأقرب إليك لكن النوع ده ممكن ما بيكونش يحدث حياتك كلها هو النوع ده بيساعدك إنك توصف نفسك بيساعدك كده إنك تعرف أنت في المطلق ممكن تكون عامل إزاي الحياة الحد هنا أنا كان نفسي في الحلقة أقولك اكتب لنا في التعليقات كده أنت شايف نفسك بوما واللعصفورة لكن مايكل لي رأي تاني حقيقة مش مايكل أنا ولكن واحد اسمه مايكل بروس مايكل بروس تكتب حلقاوي اسمه The Power of Wind أو قوة المتا بيقسم الناس مش بقى بوما أو عصفورة لا ده بيقسم الناس لأربع أنواع حسب ساعتهم البيولوجية سمهم في الكتاب ده الكرونو تايبس بتاعت كل واحد وكل نوع من الأربع دول لي خصائص وأوقات مثالية للنشاطات المختلفة زي مثلا أوقات للشغل أو التمرين أو حتى الاسترخاء فكرة الكتاب الأساسية حكا بنسميها Time Allocation يعني ان انا اشوف الوقت اللي انا ممكن اكون فيه طاقي عالية جدا ممكن يكون 배� artshow وأحاول أن اركز ان الوقت ده هو الي اعمل فيه الحاجة الي انا عايز اوصل به يعني مثلا انا الي احسن جودة الشغل الي احسن جودة الاسترخاء اليكرا للاقاتي فأفكر الي الوقت المناسب لشخصيتي وده الوقت الى احط فيه الحاجة الي انا الي اريكيز عليها وزي ما احنا قلنا فيه اربع أنواع موجودة جوها كتاب ده أول نوع هو الدبابة قلت قلنا بقى بوم وعصافير ودبابة والموضوع هيقلب غابة في الآخر أغلب الناس على كلام مايكل كروس في الكتاب ده إن هما بيقعوا في فئة الدبابة الدبابة بتكون الناس الأكثر نشاطاً في النهار مش شرط إن هما يصحوا الصبح بدري ولكن هما بيحبوا نور الشمس حتى اسلوب حياتهم بيكون ماشي مع الشمس عادي بتصحى في الوقت اللي معظم الناس بتصحى فيه بتحب فكرة إن يدخلك قدري من الشمس ووقتك الإنتاجية المثلة اللي إنت لو عايز تركز إنك تعمل حاجة معانقة هيكون هو قبل الظهر تاني مجموعة جاء بكتاب ده كانت الذئاب دي الناس بقى اللي هي أكثر نشاطاً في المساء والليل عاملين كده زي الولفرين دي ناس بتحب السهر وبتلاقي صعوبة جداً في إنها تصحى بدري وأفضل وقت للإبداع والإنتاجية بتاعتهم هو أكيد بالليل نجي للمجموعة الثالثة وهي الأسود دي ناس بقى بتصحى بدري جداً جداً دي الناس اللي هي ممكن تكون بتصحى الفجر أو في الصبح الباكر جداً أو يمكن حتى كمان قبل الفجر الأسود بيحبوا يبدأوا يومهم يعني قبل ما الشمس تطلع ويحبوا يخلصوا معظم شغلهم قبل أصلاً ما الناس تصحى رابع مجموعة كيتموجودة جاء بكتاب ده هي الدلفين دي ناس بيكون لها النوم خفيف وغالباً ما بيتقطع الفئة دي بتواجه صعوبة في النوم أو الاستيقاظ أو العمل في موعيد منتظمة وأفضل وقت الانتاجية بالنسبة لها هو منتصف اليوم فهنا دلوقتي كاني بحاول أجاوب على سؤالين أنا مين أو أنا وايب فين وأنا عايز أركز عليه دلوقتي في حياتي وأحاول أن الساعة البيولوجية بتاعتي يكون فيها الحاجة اللي أنا عايز أركز عليها دي لكن الكتاب برضو كان في بعض النقاط العملية المهمة اللي أنت ممكن تخلي بالك منها وخصوصاً يعني وإحنا في رمضان عشان ما تشتغلش عاكس ساعتك البيولوجية أول فكرة عملية موجودة جو كتاب ده هي تحديد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ الكتاب بيشجع على أن يكون فيه موعيد ثابتة حتى في أيام الأجازة ده بيساعدك على أنك تنظم ساعتك البيولوجية وبيحسن من جودة النوم بتاعك تانية حاجة هي أنك تتعرض لضوء مناسب ضوء الشمس طروس في الكتاب ده بيأكد كتير جداً على ضوء الشمس أنه هو بيحسن الجسم بتاعنا بيحسن نشاط الجسم بيحسن المزاج وأنك تكون بتتجنب كل الشاشات الزرقة قبل ما تكون بتنام لأن ده بيأخر ساعتك البيولوجية في الآخر هتلاقي نفسك بتتعامل وكأنك كائن أنت مش الكائن ده ثالث حاجة فكرة التمرينات البدنية اكتب ينصحك أن أنت يكون عندك وقت ثابت برضو للتمرينات البدنية طبقاً لساعتك البيولوجية وطبقاً للنوع بتاعك من الأربع أنواعك كلمة عليه أما عن الفكرة الرابعة ودي فكرة مهمة جداً هي فكرة توقيت الوجبات الوقت المثالي للأكل ده حاجة مهمة جداً ولكن إذا أنا دلوقتي قررت أن أنا أغير توقيت الوجبات بتاعتي فأنا لازم ألتزم به الفكرة مش أن أنا يكون عندي يعني مساحة أني أكل في أي وقت وخلاص الفكرة الأساسية أن أنا يكون عندي أوقات منتظمة أكل فيها الفكرة أن أنا طالما أخترت أني فيه وقت معين هو ده وقت الأكل أو وقت الفطار أو الوقت اللي أنا هكون بتصحر فيه أو الوقت اللي أنا هكون بفطر فيه الفطار الطبيعي بتاع ناس كلها الفكرة ان الوقت ده دايما يكون ثابت ده بيساعد جسمك بشكل كبير جدا ان هو يأكد على ساعتك البيولوجية دي وان هو يطلع منها اكبر استفادة خمس حاجة محتاجين نفكر فيها بفكرة أو ان انا يعني احطها في الجدول المناسب ليا هي تخصيص وقت الاسترخاء والتأمل خصوصا قبل النوم ده بيساعد بشكل كبير جدا على زيادة جودة من النوم وبيقلل من التوتر في النهاية حابب اختم جملة يعني اتلت في النص كده ولكن دلوقتي لما نقولها بشكل مختلف ممكن نفهمها بشكل افضل ليس الجميع دائما واحدا او اخر لكن الكثير من الابحاث تستخدم هذه التصنيفات لان الناس عادة ما يكونوا قادرين على تعريف انفسهم بهذه الطريقة كلنا بنتحرك في الانواع اللي احنا حكناها لكن ممكن يكون فيه نوع واحد هو الاقرب لنا والنوع ده كل ما احنا نقرب ليه ممكن تكون انتجيتنا بتكبر فافتكر كده من الاخر ان ساعتك البيولوجية هي ممكن تساعدك لو انت عرفتها لكن عمرها ما اتحدد انت مين في النهاية اقولولنا بقى انت بومة ولا عصفورة ولا دئب ولا دئب ولا أسد ولا دولفين انا عن نفسي هترفع عن اجابة هذا السؤال في الحلقة دي واجاوبك عليه في الحلقة الجاية او بل ما كن فوقت بس افتكر انك تكون عامل اشتراك هنا في قناة ونصة المشهد عشان انتم بتشوف الحلقات الجاية ولا اكيد هتساعدك انك تغير حياتك ولو على اقل نسبة واحد في المية للأفضل فتشوفكم على خير